أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال والتي تعد الوحدة الأحدث في العالم جاء ذلك من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بوسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تتشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن موضحا أنه لا غنى عن قناة السويس في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال الأزمات